قصة من قصص من عجائب آل عثمان الدولة العثمانية بكري اللي كانت تحكم في أخطار الخلافة العثمانية والخلافة العثمانية هذه رأيها صارت نقاشات على مستوى العالم الإسلامي يعني عدها مؤيدين وعدها مؤاردين كتبوا في الجانب هذا في محسنها أو كتبوا في مساوئها أو كفاش يعني تخلت عن بعض الدول وقدمتها نقولوا إحنا الاستعمار وخصوصا فلسطين كان يكتبوا ويقولوا باللي رأيه كانت سبب من أسباب يعني مجيء اليهود ووعد بالفور إلى آخره وكان يقولوا لا أن الدولة العثمانية كانت يعني غير الله غالب سقطت وكذا المهم والجزائر وبعض الدولة اللي هي بيوم مشاكلين مهم الدولة العثمانية هذه آل عثمان هذا من الأتراك نحن نخلو الحكم دائما للعلماء ونخلو الناس هي اللي تحكم نحن نعطوكم نقول لكم الفريق هذا وش كتب والفريق هذا وش كتب يعني كتب كبيرة وفيهم اللي مدح وفيهم اللي هجاء والله أعلم وربه ليعلم السرائر ويعلم الحق يعني الحق والله هذه الدولة العثمانية كانت في مصر كان الوالي هذا يتفقد في المدارس الخليفة أو الوالي أو المهم الحاكم يتفقد في المدارس وبكري يا أخي حنا عدنا في النحو هذا اللي قروا والنحو يعرفوها المسألة عدنا ما دي ما في الجملة وكيجوه بشي علموك الجملة الجملة الكلام الساعة الكلام يقول لك الكلام يقسم إلى كذا وكذا ثلاثة أنواع إسم وفاعل وحرف ومبعد يقرواك الجملة ومبعد يقرواك الفاعل فدايما يستشهدوا حتى في الكتب بتاع النحو القديمة تلقى المسألة هذا ضرب زيد عمره فاتخل هذا الوالي للمدرسة إلقى المعلم يقره في الظرف النحو يقول لهم ضرب زيد عمره شاف هذا الكتاب الوالي حكمت لهك حكمه قال لك هلاش زيد يضرب في عمر هذا زيد هذا عليش يضرب في عمر فهذا الكتاب قال مثال في كل الجمل في كل الدروس وكذا وسأل قالوا له يعني تقريبا البرامج كل في العالم الإسلامي كل موجود المثال هذا في كتب النحو في كل شيء ضرب زيد عمر فسأل نقول لهم العالم هذا ليقرر بالضرب قال لهم ليش عارف علاش زيد يضرب عمر كراح قالهم هزود دول حبس كذين يعرف شي هذا كذين يعقبهم في مثال يقول لهم ضرب زيد عمر وما يعرف شي علاش زيد يضرب في عمر هايستي انبعد قالوا مجيبوني واحد أخر كش ما واحد يعرف هنا علاش ضرب زيد عمر زيد جابوه لعالم أخر من العلمات تعال نحو ولا القراءة البكري هي من الناس اللي تتقريها الأساتذة زيد قال لهم منيش عارف زيد دخل الحبس المهم صل حوالي ستة ولا سبعة من قراءة من أساتذة مصر بكري في العهد ذاك دخلهم الحبس احنا طبعا المغرب العربي وهذا رو كان جدال ديما واقع بين مصر والعالم والمغرب العربي مصر وبلدان المغرب العربي لأن المغرب العربي في أغلب الأحيان في الماضي قبل الاستعمار كانوا دولة وحدة يعني هذه حقيقة في أغلب الدول سواء الدولة الحفصية والمربطين أو الرسطوميين وكذا المهم أو دولة الأدارسة أو دولة نقول احنا العباسيين اللي كانوا في القيروان كانوا كل يحكموا كانت دولة واحدة وكانت تظهر بعض الدول وتسقط هذه أمور أخرى ففي المغرب العربي كين علماء سمعوا بما جرى لزملائهم اللي رم في مصر ورم مثلا رم في الحبس وروس جنهم الولي هذا ظلما وعدوانا قال عليه هذا مثل قال موجود من من عهد الفية ابن مالك اللي رم يتجادلوا عنها الآن اللي روى ابن مالك أندلسي وقراه عالم من تلمساء عالم من استغفر الله من بجاية وهذا اللي أسس علم النحو يعني الخليل نقول احنا الإمام علي ومن بعد جاء الخليل ابن أحمد الفراهيدي اللي دع حط علم العروض وعلم كذا وصل حتى هذا ابن مالك اللي دار أول الفية ألفية ابن مالك اللي كان يقرروا بها بكري وابن مالك قراه أبا أزواوي تعب جاية عالم كبير من بجاية هو اللي قراهم النحو أيوة المهم كان احنا الجدال بين مصر وبين المغرب العربي أنا واللي أعلم من الأخر كما قال هذه المرة في الحصة الرياضية اللي نظرت عنها الدنيا وما قعدتش وجبولا أشرطة على أساس أن احنا اللي أعلمنا المصار ومش المصار واللي أعلمونا وقفوا معنا مع ليش كانت عندنا جمعية الألمان المسلمين كانت عندنا إما كان هناك الزيتونة في تونس يعني لكن استأننا بهم كخبراء وكذا استعانا يعني أهل لأهل كما علمناهم احنا في الماغي وهذه هي الدنيا هذا عالم من المغرب العربي منقوله شنية مش من قطر لأنه كانت دولة واحدة على أشي ينغرو كما طارق ابن زياد الآن رمنا غرين على أشياء أصلا من خنشلة وهذه ما هيش فيهاش نغرة يعني المغرب العربي سي المغرب العربي طارق ابن زياد من قبيلة شوية من خنشلة سي من خنشلة يعني حقيقة هذه مش كذا مش اصديراء ولا كذا المهم هذا العالم اللي من المغرب العربي خرج من أنا على جمل بكري طبعا وسافر القاهرة قاصد القاهرة قال لك نيلز نخرج هذا مصحابي من الحبس نخرجهم أصل قالوا لأ روجك عالم من المغرب العربي نقولوا إحنا من أفريق يا باكري اللي هي تونس والجزائر والمغرب قالوا أهلنا سهلا بي قالوا شو العالم هذا فيجيني قالوا نجيك مش تطلق الجماعة من الحبس قالوا نطلقهم نجيبوا يقروا في الذر قالوا في حوايج قالوا ما أنزل الله بها من سلطان قالوا كيفاش قالوا هم يقولوا ضرب زيد عمرو مع عمرو بن العاس عمرو بن العاس يعني فاتح مصر بالواو مش عمر كيف ينفرق ما بين عمر عمر الخطاب رضي الله عنه أو كيف ينفرق ما بين عمرو عمرو اللي تتكتب بالواو قالوا اشترك قالوا سرق لحضرتك الواو لأن أنت اسمك داود وداود تتكتب بوين قالوا أنا حالك واو خلى لك واو آه قالوا أنت عالم صح قناعتني قناعتني بأن عمرو هذا رصارق قالوا لأن مدام الدواو قالوا من المفروض يكون اسمعه مر قالوا هذا دوا هو وعند يسمعه عمرو والواو هذي كريتاك انت داود انت داود تتكتب بوين اسمك فشكره وعطاه هدية وأطلق سراح البقية تعل الأساتذ المدرسين والعلماء وهذه قصة من القصص تعل أثر آه